تثمين الرقمي للتراث تجربة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كان عنوان مداخلة أولى ألقتها المدير العام للوكالة على منبر دار الثقافة بالورداني وذلك في إطار الجلسة العلمية للدورة الأولى لمهرجان فنون التراث كنا تحدثنا عن المنصة الرقمية لأفضل الممارسات وهو عبارة على السجل وطني بدأنا في الاشتغال عليها ولكن توقفنا ونحن سنعود العمل عليه وتحدثت عن مركز الرقمنة التراث الذي بلغت فيه الوكالة أشواط كبيرة هذا المركز عبارة عن مخبر لرقمنة التراث وسوف نعلن عليها قريبا نحن ننجز ثم نعلن إلى جانب هذه المحاضرة ثرية القيمة في التثمين الرقبي لتجربة وكالة إحياء التراث هناك عدة مداخلات أخرى لأسادي ذا مختصين مداخلة في التراث الرقمي السورة والجماليات ومداخلة أخرى في الرقمنة والتراث الواقع والأفاق وشهدت فعاليات الدورة الأولى حدثا ثقافيا طريفا بمدينة الوردانين تمثل في توظيف مبنى حمام الوراد العتيق في الميدان الثقافي بجعله رواقا لعرض الأزياء التقليدية والرسم والموسيقى اخترت الفضاء هذا له الحمام العتيق بالوردانين لنصور الخلة التونسية التي تابعة وراثة تونسية بمناسبة شهر التورا أنه يتحول حمام سيغته الطبيعية إلى فضاء ثقافي هذا في حد ذاته يحسب كأنجاز ثقافي في جهة الوردانين ومن خلال الفكرة هذه تويردت أفكار أخرى وتأثث بفقرات عندها علاقة بالثقافة كما وكبته فما مرافقات موسيقية فما ورشة فما عروض قياسية حمام الورادة اليوم زرناه وثمناه ثقافيا نسعين مع سيد المدير العام الوكالة الحياة التوراث والترمية الثقافية المدر قادم ما شاء الله باش نشتغلوا على الموضوع هذا غاية وانه يصبح الحمام متحف أو متحف للعدات وتقاليد أو للزيت تقليدي وبالتوازي مع هذه الأنشطة أقيم معرض للصورة الفوتوغرافية حول شجرة الزيتون المعمرة وتثمين منتوجها للمصور الفوتوغرافي نجيب الشك بالإضافة إلى برمجة عرض فرجوي فولكولوري